اشتركوا في القناة اول سؤال يتبدل الى هذه المتسبع الرياضي وهو اللائب من حقه للاضراب اول حاجة الاضراب في مفهوم القانوني يعني في حقوق انسان في مغاتق الدولي هو حقه المشروع و احنا في المغرب احنا كنت تسمى الوحد المملكة المغربية لعده دوستو 2011 اعطانا الاضراب كحق دوستوري يعني مواطنين من حقه المغربية لانه يمشي الاضراب كالية من الالية الوصول للغاية دياله و الوصول الحق من الحقوق دياله مع تسجيل لانه هذا النص الدستوري لحد الان ما زل ما خرج عنده نص نظيمي لكي بيلينا كيفاش يمكن لهذا المواطن المغربي يدي الاضراب بمعنى اخر و بسيط اشن هو الاضراب المشروع و اشن هو الاضراب الغير المشروع اذا كان قدام هذا الموضوع اللي هو موضوع عنده لمسة الحقوقية والدستورية كان عندنا كذلك في القانونية 3009 اللي هو قانون اطار الرياضة كي يشيلنا بانه مدونة الشغل هي واحدة من ركائز هذا القانون كذلك في الشغل يمكن على اننا نطلقوا بان الاجراء يمكن لهم يباشروا حقوقتهم النقابية في المطالبة بالحقوقتهم و احنا كنشوفوا مقتضايات الباب السادس من المدونة الشغل اللي كتنظم لنا هذه النزاعات هي نزاعات جامعية هذا بصفة عامة ولكن مني كنجيو للرياضة و بالخصوص مني كنجيو للرياضة المحتريف مني عودتاني مرة اخرى نرجعوا القانون دير سفرة سعودي نطلقوا بانه جاء لنا التعريف شاكونا هو هذا الرياضي المحترف وميز لنا على الرياضي العادي وميز لنا على الرياضي الهاوي وهذا من المستجدات الجميلة في القانون 309 لا يخلّاش لفقه او القضاء ليهو اللي يعطي لنا التعريف اذا من عطل لنا عرفنا شكونا هو هذا الرياضي المحترف مكتفاش بانه يعرفوا لنا اكتر من ذلك ضمن لنا حقوق لهذا الرياضي المحترف عن طريق أنه سنلنا وصاغلنا بمقتضى قانون واحد العقد كي تسمى عقد الرياضي المحترف هذا العقد الرياضي المحترف اللي فيه أمور اللي كتخلي هذا الرياضي اللي هو كيقدم كل ما له من سلط من إمكانيات ومهارات ومن جهد بداني وجهد ديني وحضور مهارتي كيقدمها لوحد النادي ووحد الفارق لوحد الجهالية مثلا ما برياضة كيقدمها لها إذا خصوه يكون عنده الضمانات تعه شنو هي الحقوق تعه ويأخذها شنو هي هذه الحقوق اللي كينها عند ذاك الرياضي حقوق تعه اللولة وهي حقوق المالية كيكون هو كيبغي يعيش بهذاك العمل الرياضة عنده بالنسبة لعمل طبيعة الحالمي كنت تتكلموا على الحقد الرياضي وكي هذا طرف إن كين مشغيل وكين الرياضي اللي هو كين تطلب حيلا هو أجير ولكن عنده واحدة خصوصية هذه الخصوصية من ضما في هذا القانون هذا يقول لي يمكن يدير رياضي المحترف في الإضراب هذا ينجزم لي جزما قاطعا ما منحقه لأنه كيضر راسه هو في هذاك الإضراب عن التداريب هو الثرف المتداري الأول وهنا إلا واحدة الففا تكلمات على العصيان في التداريب وهنجيو نلقاه في الالتزامات دير هذاك الرياضي هذاك الرياضي في الالتزامات تعوف ذاك العقد الرياضي المحترف كي يلتزم بأنه يحضر التداريب ويستجبل دعوة دي المشغيلة دي المباريات ويستجبل دعوة دي المشغيلة دي المشغيلة أو بايش مشي التربوسات وبالتالي هذاك التداريب لكي يكون هو كي يدير طوال هذك الأسبوع يكون مؤهلا ومستعدا وفي القدرة دي التنافس من أجل العطاء بايش يمتع جمهور دي هذك الشركة الرياضي وذك النادي فاش يكون لحظة دي المنافسة هذك اللاعب اللي هو اختار يمشي يدير إضراب عن التداريب هو بلا ما يشعر بلا ما يشعر أو بلا ما يفكر يهير ما نتابعش بأنه عنده في المدة تسعود من هذك العقد اللي هو مقع عليه رأى مقع عليه كتقول له أي خلاف كيف ما كان بالنسبة لك تنفيد هذا العقد أو تطبيق هذا العقد رأى أنتها عندك آلية وهي آلية التقاضي الرياضي وهي أنك تمشي دي المسترويد دي وبعد المسترويد دي لما نجحتيش فيها هذي تمشي الغافة لتحكم الرياضي إذا كان نائد ماشي من الحقه أنه يدير الإضراب أشنا يسبو اللي يمكن يتبعها من أجل أنه يحصن الحقوق دياله أو يحصن الحقوق دياله أول حاجة بالنسبة للاعب نتفهمه كنقوله دي ماشي الحق في الإضراب وحق ولكن في الرياضي المحترف هو عنده إمكانية باش يمشي يجي شنو بغاوه يتخلص ويأخذ المستحقات المالية تكون مختلفة يقدر تكون هذا مستحقات المالية ماشي الأجر يقدر مثلا يقدر يكون عنده يقدر تكون عنده يقدر تكون عنده امتيازات عينية أخرى مثلا أنا لعيب جابتني هذا الفرقة هدي من واحد الدولة أخرى أو من واحد الدين أخرى والتازمت مع أي طفلية مثلا سكن لائق طفلية مثلا سيارة أرى الإشارة طفلية أطعمة تتناسب مع طبيعات العمل ديالي مفرد شيء وأنا هد شيء كي خلق لي واحد عدم التوازن في العطاء ديالي هدير كل حقوق كي هنا حقوق المالية اللي هي معروفة وكي هنا الحقوق العينية هو بالنسبة لي كنقولك هذا من حقوق ولكن لي ماشي من حقوق أنه ما ينفدش العمل هدقول لي يا والي كي راه هو ما ينفدش العمل راه هو بغاية يضغط على النادي دياله مشغيلة دياله باش أنها تنفدلي لقشق ديالها باش هو يعدي يدير العمل كنقوله الدرا هو فاش كيمتانع لأنه يمشي التداريب هو كي الحق درر بي لا ما يشعر كيف شرصي في الأول أنا شرح لكم ده با هو اللاعب لا مشتت توقف عن التداريب لمدة أسبوع باش يرجع لمستوى دياله راه الناس المؤدي البدنين راه عارفين لمدة بمعنى أنه باش يرجع كي مكان كي يطلب إليه كتر من داك الأسبوع اللي يوقف وهو محده كي ديال مجهود وهو كي يقول لي عنده إشكال يمكن يكون عنده إشكاليات في الجسد دياله أما إلى اللاعب 16 يوم راه باش يرجع هو كي في مكان راه أقل مدة راه أقل مدة ولكن عنده تداريب منتظمة وعنده واحد النوع من احترام ديال تعليم ديال المؤيد البدني ديال وكي ناسواء مجدين وكي يكون مزيان وكذا راه على الأقل هذه خصوة شهر يا هادا أستاذ كي حين على فرح سؤال أن نحن اليوم في حاجة تكوين القانوني في مجال رياضي نحن في حاجة نزرع لي طمئنان نوسع القاعدة مشكلة لدينا الناس كمارس الرياضة ما عندهم مش يطمئنان السند القانوني عندهم أنا عندي جوهرة في الدية عندي عقد لكي يعطيني مشي نجيب اللي بغيت أنا أنا كلاعب ولحنا كلاعبين المشغلات على النادي تعنا ما يخلصناش شنو التزامات على النادي أول حاجة أخصو فلنا في ترينيو وفرنا الأمن بل أنا لم أفره ومش لي أنا رأي عندي واحد لإمكانية أخرى نزيد على أن ما لدي إمكانية ومش القاضية أمام الجهة التي مسؤولة على الفضل النزعة الرياضية وهي جهة سهلة أول حاجة ترافع في أقدامها باللغة العربية تاني حاجة ممكن ترافع عن بعد يكون شيء برئيم ثالث حاجة يمكن ترافع بواسط محامي ممشي كأنا ثالث حاجة وهي الأهم أن أنا كان طلب الحقوق ديالي أنا باقي كان ترايني بمعنى القدرات ديالي ديال المنافسة ديال العطاء حافظ عليها لأن أنا كان توقف أنا على لانطري ما أنا معرض لأن نصب مثلا شد عضلي واحد يتقطع لي العصاب ديال الرجلية يمكن ندخل المنافسة ونكون ضرب واحد المستوى اللي هو ضعيف جدا ويأتر علي نفسيا وفي الصورة عند الجمهور نطيح القيمة السوقية لأن اللاعب محترف القيمة هو بالمهارات ديال وش حال كي يصبح السوق اليوم باتباع اللاعب مثلا بربع المليون درهم إذا هو المستوى الموسم ضعيف العام الجامع ويصبح مليون درهم وليس حتى تصبح عطب المنافسة حتى الشوط منشور المنافس العمل الموالي كتول ما عليش طلب وكتول بأن هو طاحت القيمة وبالتالي هو عنده إمكانية عن طريق مثلا ما تخلش شهر ثاني شهر ثاني مش نحن بحال وكاقع نقول بأن عنده أول حاجة قلت لكي وملزمة المشغلة تعهو الندي تعهو فل الدور عنده الحق يمشي دير الدعوة تعهو دير مطالبة حقوق تعهو المانية ومستقله وكتري عنده الحق يفسخ لأنه لم تنفيد هذه الجهة المتعاقد مع هذه المشغلة يفسخ عن طريق شنو على سبب أن هي أخلت التزام تعهو ياخد تعهو الكامل مثلا في ثلاث المدة العقد يطلبها كلها مجمع وكذلك التعود لأنه تعتبر فسخ تعسفي وكتسمى بمعنى آخر الفسخ الموطن تعسفي العقد الشغل لأنه من الشروط المشغلة تعلن تخلص والحاجة الأخرى أهم عنده الحق يمشي تعاقد هو بشكل حر ما بقى باقي لذلك الفرق ما تلانشرت بالفلوس هو يقول هو حر يمشي وكي اللاعبين أو ما عندوش وكي اللاعبين وإحنا ممكن تتكلموا على عقد الرياضي المحتاج فمزيان يعرف هذا الرياضي لهو مقع على واحد العقد اللغة الفرنسية غالبا ويقع ما قارئ يمكن ولا قارئ وما فهموش أول حاجة هذا العقد هو من عقود الشكلية عنده واحد شكل مؤيين القانون الذي يدلي هذا الشكل ثاني حاجة هذا العقد يضمن بأنه أي نزاع عنده ممشي لمحاكم العادية ممشي لمحكامة الابتدائية ممشي لمحكامة التجارية هذا يمشي نيشا هو الأليض فضل النزاع الذي كان عنده كيف فهمو من كلامك أن اللجوء لمحاكم الرياضي بحلي قليل قليل لأنه لم يخلق وحد وحد يطمئنان دي المسطرة وإجراءات التقاضي الرياضي هذا الحد الآن إلى سولة أي لعيب أو سولة أي مختص تقول لي عفك شنو هي عفك الإجراء للتقاضي الرياضي هتلقى بأنها يتلقى صعوبة يقولها لك بثلاثة واتلقى بأن الجامعة ما فردش مثلا إحنا كنت تتكلم على كرة القدم ما عندهش واحد دليل يتطاق الرياضي أو مستر التقاضي الرياضي لي تسهل أمورية يتسهل أمورية لكي إنسان يعرف لأنه عنده مشكل ما يحطش الفريق تاعه الصورة ديال البلاد تاعه ديال منظومة الكوروية ديال البلاد تاعه فقط لما حط نقول لك والمغربة يقلدوا كنا نسمعه واحد لاعب وإننا كنا نسمعه بجمعات لاعبين كنا نسمعه الفريق وإننا كنا نسمعه فرق أخرى وهذا لا يتمشى مع الانتظارات إحنا العام هذا العام هذا العام هذا العام والعام بمتابة حالة استثناء لماذا؟ لأننا لدينا ملاعب الكبيرة كلها معطلة لأننا كان استحداث الـ 2025 وكذلك الـ 2030 لدينا البنية التحتية الرياضية غادية في واحد الرعاية الملكية بمستوى كبير جدا لدينا كذلك لدخلنا تحولنا من العشوائية في تدبيع الرياضي من الجمعات الرياضية جنة الشركة الرياضية وإحنا إلا كانت تلمسه أننا نسمعه بأن الشركة الرياضية توقف على رجلها ونحن يفكر بأنه ما يكون شهير ذلك الناس في الجمعية لأن الجمعية لديها هداف اجتماعي لديها الفئات تكوين ولكن الشركة الرياضية لديها عند التصوير المالي عند الاستثمار عند البحث على فرص أكبر أنها توسع إسمها على مستوى العالم ودخل عائدات في الإشهار وبالتالي باش نمشي باش نمشي بهالطريقة أنا لابد عنده نزاعات ما بين المنخريطين وما بين المسهيرين عنده الشركة الرياضية ما عنده هاته شي دور إيجابي عنده منازعات كثيرة بالتالي أنا ذلك الإشهار ما نفعنيش لأنه لذلك ما ديش يعطيني المنتج وإحنا كنشوف المصريين المصريين عندهم الإشهار هو القوة الضغطة اللي كتخلي بأن الفرق الأهلي بأن الميزانية باش كتدبر ميزانية كبيرة نفس الشي هو ما يتونس قدامنا وبالتالي إحنا طلطة اللوعة تعنا هي أكبر من أنها تكون كتقبل بأنه نقوف في هذه القوقعة ديال هذه الظروف لكينا ولكن كنقول على المسيرين الرياضيين الذين اختاروا أو طلبوا منهم أو فرضوا عليهم أو لأي حاجة عندهم مصلحة خاصة أو كيحبوا رياضة ما يدخلش للمسؤولية إلا لقدع لها لماذا قدع لشي فارق يبسع منه لما عنده إمكانية خلق التوازن لما للفريق يعطيه اتساع وهنا نقول كذلك السبب وهو أنه غياب شي قانون لكي حاسب المسيرين الرياضيين هذا كل لعب رأي عنده ظروف اجتماعية رأي عنده أسرة عنده حاجيات عنده وليدي عنده واحد العطعط ثلاثين سنة ما يكون كيف أنت تجيبه عندك وتعقد وتخليه بمعنى يحاسب كره ما كانش وبالتالي تخليه تحاسب الجامعة تعطيه حق الجامعة النهار ما تفرض عليك أنت كان هذا باش أنك ما يدرش الانتداب أو تفرض عليك لأنك توقف في المستوى الدوري وبالتالي لأننا كان نشرحه اللاعب بأنه الإضراب هو آخر شيء يمكن يدره برمزية دياله يمكن دير هيا شهرة يمكن يدخل خمسة دقيقة باللانتر ويوقف ويعطي إشارة الإعلام بأن نرى متضرر واش اللاعب يقدر يقول لك هذا ما هذا لعب لعب المنطقة واش يقدر هو يخلف لواقع الفيفا أو لواقع الجامعة يقول يقول لأحد أنا لعب اليوم يجي تران أنا لعب تنخلص هو تم مالذرة العمل هذه روضة حد المصار ويقول لك وبالتالي إلا كان لم يمكن يديرها في اليوم الحاسم ولم يمكن يديرها في الأيام التي تسام في إعداد اليوم الحاسم ولكن في نفس الوقت سنندفع على هذا كل العب من خلال أن المسؤولين على الفرق اللي لم يقدر على أن يصير والمسؤولين اللي غرقوا الفرق بذيون غير معقلنة الميزانية تعهو مليار والرئيس دياله يتقع بأنه يدير العقود بيجوج المليار تضل مليار هذا يتحاسب هذا يتحاسب 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 القانون اللي يقول أنه المسؤولين الرياضي وإنما نتحدث عن المسؤولين الرياضي لا تتكلم على الجمعية الرياضية التي هي جمعية تهتم بالفئات وحب النادي وشعار والهوية سيئ تكلم على التسعي الرياضي تكلم على التدمير المالي تكلم على المحد المالي والحقوق السياسي والمجلس الإدارة والمحاسبة والكوميس وفيها في صحب الدرائب والشفافية والمحاسبة التي هي البوند وفيها المفاكتور وفيها السجل العام سجل أستاذ تضمن فيها البنك فيها أمور هذا لا يمكن أن نعطيها لأي واحد وهذا هو المهم نوصل للاعب بأننا نحن حسين بهذا لاعب كذا ولكن يقولون دي حقوقت على المنظمونة في المدى تسعود من ذلك الاتفاقية أي لاعب محترف يرجع لذلك العقد دي له يمشي البونت تسعود إلا تتلقى فيه شي حاجة مو غير هاتش يقولنا لي يقولون دي أنتمار كتتضحكوا على العباد الله وأنكم كتقولوا شي حاجة لا نتحدد من فرع نتحدد من نص قانون كين عندك مقع لي وذلك العقد تلك اللي انت وقعته تأكد واشل فريق تلك مش هحطو لك عن جامعة باشت أمولوغة باشتو اللي عنده القيمة رايقين قواعد نظام العام الرياضي اللي كتفرض عليك بأنك أنت ما تخرجش على وكتفرض عليك بأنك تلتزم فيها ورجع أنت للالتزام التعكي وغير الرياضي المحتلف واتلقى التزمتي بأنك لا يمكن لك أن تمتنع أو تعصي الحضور للتدريب والمباريث ونرقل المسير الرياضي أنت كذلك المسير التزمتي أخلاقيا والتزمتي أدبيا والتزمتي قانونيا خصيك توفي وإلا ما وفيتش حتى دوكسورت قبل ما يخرج القانون ليحملك المسؤولية من الملتعك الخاص وهذا هو اللي خصي يكون باش اللي يدخل تصيره مقد جلي يعطيه تسعة تيد رياضي عندهم ماليه لا يمكنوا أن نسمعوا بأنه المسير مجرد ما يوصل يقول لك يصحاب لي واشه هو وارربوان بوحدورة ماشي وارربوان بوحدورة ومجال القانون يقول لك الجمع العامة ومجال القانون يقول لك الشفافية ومجال العام يقول حكامة ويقول محاسبة ويقول وضوح شكرا لك على كل هذه التوضيحات كنت ساعدة باستضافتك إلى هنا مشاهدين الكرام نصل إلى نهاية حلقة الفاسفور شكرا على متابعتكم شكرا للطاقم التقني المرافق وإلى اللقاء في حلقة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة